الرديل 90-90 هواها مصر الرئيس أطلق عليها سنة متحد الأق وهيتم كمان تعديل المناهج الخاصة حسب نوع المشكلة أو نوع التحدي اللي عندهم بالإضافة لتوفير أخصائيين للتعامل معهم في المدارس حلو تمام وأنا موافق ومتفقين ولكن معرفش كل ده أنا بعتبره بند من بنود التمييز طول ما احنا بنقول هما وإحنا وإنت وهو وأنا وهو وإنت كده تميز طول ما هو بنتكلم في شكل أصله هو احتفاله بدينه وإحنا احتفاله بديني وهو احتفاله هو مش عارف إيه عنده معرفش إيه وأنا عندي إيه أنا بعتبر أن لسه كده برضو محتاجين اللغة تظبط شوية علشان التمييز والعنصرية المقصودة والغير مقصودة وزارة الأوقاف تعلن انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم 23 مارس والجوائز مليون جنيه 23 مارس الجاي هتنطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم اللي بتنظمها وزارة الأوقاف للسنة 25 على التوالي تحت عنوان 25 عاما في خدمة القرآن الوزارة خصص قرار التخصيص مليون جنيه لجوائز المسابقة السنادي وتضامنا مع قضية القدس اختارت شعار القدس عربية ليكون شعارا للمسابقة تعالوا برضو من العنوين اللي معنا عشان ندخل بقى على اللقاء بتاعنا كمان شوية دعوة قضائية ضد أبل تعالوا نعرف ايه التفاصيل برضو عشان تبقى في الصورة خلال الأسبوع ده الشركة أبل أعلنت أنها بتعقوم بإبطاء أداء الموبايلات الأديمة العيفون الأديم علشان تحافظ على قدرة البطارية لوقت أطول وما تخلصش بسرعة يعني بتخلي الموبايل أداء بطيء علشان البطارية تفضل مشهونة لأطول وقت ممكن وما تخلصش سريعا ده لأن البطارية لما بيعدي عليها سنوات طويلة ما بتقضيش تواكب تحديثات الآيفون المستمرة كل شوية وبعد تصريحات أبل بعض العملاء رفعوا عليهم قضية تعويض لأن الشركة ما خدتش رأيهم ولا قدت لهم أنها تعمل ده قبل ما تبيع الموبايل كمان قيل شيء آخر أنه هو مش الهدف والكلام ده خالص أن أبل بتعمل ده علشان تكره الناس في الموديلات الأديمة فالناس تروح تشتري تليفونات جديدة الله أعلم الهدف إيه هل هو هدف سامي ولا إيه مش عارف ولكن يطرها هاخدوا حاجة ولا مش هاخدوا النهاردة مطار مارس عالم الدولي نظم احتفال الكريسمس ورأس السنة الميلادية وصل الاحتفال سيد بابانويل الاحتفال بالسياح الأوروبيين اللي جايين يقضوا موسم الأجازات في مارس عالم وتوزيع الهدايا عليهم لمشاركتهم في أفراح عياد الكريسمس دراسة كندية بتقول أن ممارسة التمارين الرياضية البسيطة لمدة عشر دقائق يوميا حتى عام بتزود التركيز وتخليك تعرف تذاكر وتعرف تحصل كويس وتعرف تفتكر أي حاجة في اللجنة فشوية عشر دقائق كده رأس حتى يعني ونصحت بأداء التمارين قبل الامتحانات وقبل المقابلات الشخصية للتقديم في الوظائف وأكدت الدراسة أنه مع الالتزام بأداء التمارين لمدة عشر دقائق يوميا ده يقلل كمان من مخاطر الإصابة بأمراض الشيخ وخام ربنا يعفيكو يا رب ويبقى لأنكو أي أي حاجة وحشة خالص 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 مالس يا معلمين قبل ما نبدأ لقاءنا عايز أقول لكم بس حاجة من الأخبار العجلة إن ضربت رياح قواتها 45 عقدة بالمحيط الأطلنطي أمس يعني في نهاية اليوم اللي إحنا سبنام بارح الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة والنصف صباحا مركب الفريق المكون من عمر سمرة وعمر نور مما أدى إلى انقلابه وعدم عوداته لوضعه الطبيعي وطوال الساعات الاثنى عشر اللحاقة عاش الفريق ظروف صعبة جدا من أجل النجاة إلى أن تمكنت مركب شحن يونانية ألمانية من إنقاذ الفريق وصعودهم بأمان الحمد لله على متن المركب بعد من ثلاث لأربع ساعات من المحاولات خلال ظروف في غاية الصعوبة وقد اتضح أن مركب الشحن ومساعدية مصريين قدموا لهم مع طاقم السفينة الدعم والرعاية والطعام واستطاعوا بعد قسط من النوم أنهم يتجاوزوا الأزمة دي الحمد لله والآن عمر سمرة وفريقه يعني يصرحوا أنهم الحمد لله كويسين وبيشكروا ربنا طبعا على بقائهم نجاتهم من هذه الأزمة وحاليا فإن السفينة متجهة إلى شمال أسبانيا وبيتوقع وصول لها يوم الخميس 28-12 وإحنا كمان بنادع الله وبنتمنى للفريق عودتهم إن شاء الله يعني سالمين إلى الأراضي المصرية الأحداث المفاجأة دي وضعت حياة عمر سمرة وعمر نور في خطر وأثبتت مدى خطورة المغامرة دي كما أنها تؤكد على أهمية الدور الذي يتلعبه وسائل التواصل فيما بينها مثل هؤلاء المغامرين وخبراء محترفين لمساعدة المسارعة في إنقاذهم ودعمهم في الحالات الطارقة وبالطبع فإن الفريق لم يتمكن من الوصول لخط النهاية في جزر الكريبي وعلى الرغم من ذلك يؤكد الفريق أن هذه الأحداث لن تضع حدا لمغامرتهم ويتقدم بالشكر لشركة DHL Express لدعمهم ومساعدتهم على مدار العام الماضي يعني هو الخبر ده المتابعي الرحالة عمر سمرة عشان اتنشر كلام كتير وراغي كتير عن الرحلة الحمد لله هم بخير وإن شاء الله يرجعوا مصر بألف سلامة ولكن هي الرحلة بس لم يكتب لها النهاية نهاية نجاحها ولكن هم الحمد لله هم بألف خير خليكم معنا فاصل وهنرجع على طول نبدأ لقاءنا زي ما اتفقنا وزي ما احنا منتظرين في موسيقى حيات تسعين